اسمي الكريم مصطفى شجع نطاق العمل أنا أشتغل في قطاع اللوجيستي اللي هو عندي شركة هنا توصيل طلبات زي شركة يمك سبتي اسمي عمار عيسى مجالنا تقديم خدمات لرواد الأعمال والأعمال الناشئة مطور أعمال في مجال التجارة الإلكترونية وبالأخص التصدير من تركيا إلى الشرق الأوسط ما هي القيمة المضافة التي وجدتها في تركيا القيمة المضافة التي وجدتها في تركيا أن نسبة الفرص لسا موجودة في هذا البلد يعني ممكن لأي إنسان إذا عنده فكرة كويسة وعنده معرفة في قوانين البلد وفي الاستثمار هنا ممكن يسوي شيء وينجح فيه حقيقة سهولة الإجراءات في بعض الأحيان السوق الجديد هذا بحد ذاته كان بنسبة إلنا ميزة استفدنا منه عملنا مجموعة من الخدمات مثل مثلا مركز أعمال تقديم خدمات المحاسبة أونلاين الاستشارات أو الكوتشنج لرواد الأعمال ورائدات الأعمال هذا الشيء سمحنا أن نستطيع ندخل في السوق أكيد بأنه هي تركيا بتدعم المصدرين الموجودين بتركيا بتدعم أكثر من قطاعات من قطاعات الصناعة قطاعات التكستايل أكثر من قطاعات تدعمه الجمهورية التركية للمصدرين فإن يعطي دافع وأيضاً يعطي تسهيلات لحتى تصدر أنت المنتج تركي الخارجي بعكسها تماماً على إذا أنت يجيد تدك تستورد منتج من خارج تركيا فيا بدك تستورده به خام وتصنعه بتركيا أو تدفع عليه ضرائب عالية فهي تركيا بتحث وأيضاً بتشجع التصدير المنتجات للعالم بشكل أجمع بالنسبة لنا إحنا وجدنا ميزة أنه أغلب أو كثير من الشباب والسيدات جايين هون وراغبين أنهم يعملوا أعمال فكانت هذه النسبة لنا عبارة عن سوق موجود بما أنه نحن موجودين في تركيا فهي تركيا تعتبر البلد المصنع للمنتجات وأغلب الأصناف منتجات يعني وتعتبر أيضاً منافسة لمنتجات الصين من ناحية الجودة ومن ناحية السعر وأيضاً من ناحية المنتج التركي يعتبر له صيط واسم في شرق الأوسط عليه الطلب يعني في الوقت السابق و الوقت الحالي بسبب المسلسلات التركية بسبب الإشهار وشهرة المنتج